بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد أولاً في التصوير خلق وإبداع يكون به المصور مشاركاً لله في ذلك الخلق والإبداع ثانياً أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح كان سببه التصاوير والتماثيل الدليل الأول إلى الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته عقوبة المصور أولاً أنه أشد الناس عذاباً أو من أشدهم عذاباً ثانياً أنه ملعون ثالثاً أن الله يجعل له في كل صورة نفساً يعذب بها في نار جهنم رابعاً أنه في النار خامساً أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ سادساً لا أحد أظلم منه في هذا الباب أو أنه في قمة الظلم طمستها إن كانت ملونة بوضع لون آخر يزيل معالمها وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه فالطمس يختلف وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا مشرفاً أي عالياً سويته له معنيان أولاً جعلته حسناً على ما تقتضيه الشريعة ثانياً سويته بما حوله من القبور أقسام اقتناء الصور أولاً لتعظيم المصور فهذا حرام بلا شك لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في الربوبية ثانياً للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها فهذا حرام لما فيه من الفتنة ثالثاً للذكرى حناناً أو تلطفاً كالذين يصورون صغار أولادهم وهذا حرام رابعاً لكونها تبعاً لغيرها لا رغبة فيها إطلاقاً كالصور التي في الصحف فهذا لا بأس به لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى سادساً أن تكون مهانة ملقاة في المزابل أو مفترشة أو موطوءة فلا بأس به ولا يلحق بذلك اللباس الذي فيه الصور المسائل الأولى التغليض الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فهو مسيء للأدب مع الله كمن ضاده في شرعه فلا أحد أظلم منه الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها في جهنم السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح من أشق العقوبات السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت وفيه الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك وإثبات العذاب يوم القيامة وأن الجزاء من جنس العمل ووقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر